لا شك بأن ليفربول يمر بمرحلة ممتازة حالياً سبع عشرة مباراة دون خسارة آخرها فوز ثمين في كأس إنجلترا أمام الجهار أفرتون لكن صفو هذه المرحلة الجميلة تعكر برحيل نجم الفريق البرازيلي فيليبي كوتينيولا برشلونة بمبلغ قياسي مع التعجب من سماح النادي له بالرحيل في هذه الفترة رحل فيليبي لأنه لم يكن لدينا خيار آخر هذا هو الجواب بمنتهى سؤولة لا أعلم تماماً ماذا كانت ردة الفعل بعد حدوث ذلك لكن إن كان هناك شخص يجب أن يشعر بالغضب وبخيبة الأمل مما حدث فإنه سيكون المدرب خاصة لرحيل لاعب مثله لكنني لم أشعر بخيبة أمل لأنني أعلم بأننا حاولنا كل شيء ممكن كي نبقيه النادي فعل كل ما بوسعه لإبقاء فيليبي هنا معنويات ليفربول ومشجعي سترتفع بشكل كبير إن تمكن فريقها من أن يكون أول فريق يهزم سيتي محلياً هذا الموصل لكنها لن تنسى أيضاً خسارة الذهاب الثقيلة التي يعتقد كلوب بأنها لعبت دوراً في وصول سيتي إلى ما هم علي هذا اليوم لعبنا أمامهم قبل بضعة أشهر وكانت تلك واحدة من أغرب المباراة في حياتي شعرت بالبداية بأننا كنا ممتازين في اللقاء كنا الطرف الأفضل بعض الشيء والفرصنا كانت أخطر نوعاً ما المواجهة كانت مفتوحة مع خلل اندفاعين من الطرفين لكن الجانبين لاعبا بأسلوب هجومي كانت مباراة جيدة قبل إشهار البطاقة الحمراء ذلك غير مجرى المباراة ومجرى الموسم بالنسبة لمانشستر سيتي ورغم الحديث المطول منذ الصيف الماضي بأن لاعب أرسنال أليكسس سانشيس في طريقه للاندمام إلى مانشستر سيتي إلى أن الإشاعات بدأت تتزايد حول دخول يونايتد في المنافسة لضمه بدوره فانا بيب جورديولا لم يرغب أبداً بتطرق لهذا الأمر لا أريد أن يراني لاعبية وأنا أتحدث عن أمور غير مهمة الأمر الوحيد المهم بالنسبة لنا الآن هو ما سنقوم به خلال دقائق مواجهتنا أمام ليفربول تحمل بعض الملاعب سحراً خاصاً وتبدو عاصية على الفرق الزائرة أنفلد يحمل هذا السحر فيما يخص منشستر سيتي الذي لم يحقق الفوز على ذلك الملعب منذ 15 عاماً كما أن سيرجيو أغويرو لم يسجل هدفاً على ذلك الملعب الشهير خلال نسيرته أنا لا أؤمن بأمور كهذه أعلم بأن موشستر سيتي لم يفوز على أنفلد سوى مرتين في آخر 45 عاماً وبأن انتصارنا الأخير هناك كان قبل 15 عاماً لكن هذا يوضح مدى صعوبة اللعب هناك الأرقام القياسية موجودة كي يتم تحطيمها ورغم أن يورغين كلوبو أكثر مدرب تمكن من هزيمة بيب غورديولا إلا أن انتصاراً جديداً هذه المرة سيكون له مضاقاً خاصاً أمام فريق تعتبرهم الكثيرين الأفضل في أوروبا حالياً يبدأ ليفربول عهد ما بعد فيليب كتينيو بتحدي صعب في موجات منشستر سيتي ورغم أن الستيزن سن يحقق الفوز على ملعب أنفلد منذ 15 عاماً إلا أن تشكيلة بيب غورديولا الحالية تبدو مختلفة عن من سبقها زياد منصور بين سبورتس من خارج ملعب أنفلد ليفربول